الحمد لله سيدنا مهمة عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون جاء في أهدئ الذي صحره بعض العلماء أن نعادل جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله على خلقه ليلة نزف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرف أو مشاخن فالتسامح عشر الأحباب واعفعوا واصبحوا هذا اليوم لعم الله يغفر ظلوبنا وظلوبكم ويصحف عنا وعنكم إن العفر التسامح من الملاك الأصلية والأخلاق النبيلة والقيم الراعية وقد أمر الله عز وجل وقد أمر الله عز وجل لها فقال سبحانه فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله لله وقال تعالى فاعفوا عنه واستغفر له لكم والعفو هو الترك المؤاخرة بالذنب والصرص هو إزالة أثنه من النفس ووعد الله تعالى العافل من الناس لجنة النعيم فقال سبحانه وسائعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عنها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين يُزِبون في السراء والضراء والكاثمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المرسنين عباد الله إن مرابع التسامر بين الناس مزعت له ومن أهمها ما قد يقع بين الإخوة وقد ذكر لنا القرآن الكريم قشفة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته إذ سول له الشيطان بين يخين فألقوا في البر ثم بيع دراهم معدودة ووصفوه بعد ذلك بالسرق وهو الصديق العليم والحفيظ الأمين وامتد الفراق بين يوسف ورصته عشرات السنين وانتهى كل ذلك بمسامحته إخوته حين قال عليه السلام لا تفرق عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أيها المسلمون قد يقع الخلاف بين الإنسان قد يقع الخلاف بين الإنسان وأسرقائه أو جيرانه أو شركائه أو غيره من أبناء مجتمعين فيقتل المر في نفسه ويزيم لهم ويزيم لهم الأيقال قطعتهم والبعد عنهم وأولى به أن يسابههم اقتداما برسول الله رسال الله عليه وسلم الذي وصفته سيدة عائشة رضي الله عنها بقولها لا يأزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويسفح فلما دخل مكة يوم المدخ منتصرا وقد نادى الناس بالبيت الحرام صفح عنهم وسامحهم وعامله معاملة الأخ الكريم فنقروا بألسنتهم وقلوبهم أخ كريم وابن أخ كريم أخ كريم وابن أخ كريم وأحبوه وتألفوا معه وصدق الله إن يقول ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو أرض عظيم عظيم أيها الناس ارحموا وترحموا واغفروا يغفر الله لكم والله صحانه وتعالى يقول قلوا بقوله يهتدي المهددون وإذا قل القرآن فاستمعوا له ونسدوا لعلهم ترحمون وقال أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ الله من الشيطان الرجيم أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفعوا وليصفحوا ولا ترحفون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائل المسلمين والمصلمات ما أستغفره بإنه هو الغفور الرحيم وهو لباكم الكثير الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافر نعمه ويكافر نزيله وأشدنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا مطير له ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع المصير وشد أن سيدنا وهبيبنا وعظيمنا ومعيّمنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الجن والنس والعرب والعجر بالهدى ودير الحق ويظهره على دير كله ولو كأن المشركون أما أعلم على عباد الله أُسيكم ونفسي أول مطب والله تعالى وتعالى فقد فاز المثابون وعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ فيه من نفسه وثنى بملائكة المصلحة الحدسة وثنى بكم أيها الأؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مذبرا وآمرا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيِّعَيْهَا الْآمَنُونَ وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد ميد ورضى الله عن مول خليفة نبيك على الأحيان وعلى سيدنا جيقة وعلى سيد الأواق الناب من حق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن القطار وعلى دنورين الشريفين جامع سورة المرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفا وعلى أسد الله بالغالب إمام المشارق والمقائب أمير المؤمنين سيدنا حليم أبي طالب ورد اللهم عبد الرسول الله أزواجه والذرياته والتابعين وتابعني من الإسلام إلى الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأنصر جيوش المسلمين وتمر أعداء أعداء الدين اللهم عافينا والقفنا وحفهنا والمسلمين اللهم قنا وقفنا وإياهم شر رسالي الدنيا والدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وإياهم الاسلام والمسلمين رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قنا وإياهم ناسين أم شعبان وقل Philippines ربقان وأعنا على القيام والقيام وقرارة القرآن وأثرة السلاج عن الحديث والمقال والمسلم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اشتركوا في القناة